سؤال تاني بتسأل عن دعاء الاستخارة يطار دعاء الاستخارة إato دخل الصلاة؟ ولا دعاء الاستخارة؟ بعد ما بنصلي الركعتين بتوع الاستخارة؟ دعاء الاستخارة يكون بعد صلاة الركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن هكذا قال جابر بن عبد الله فقال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول يبقى يصلي الأول وبعدين يقول الدعاء بعد ما ينتهي من صلاة الركعتين وهو جالس في مكان الصلاة يبدأ يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء الوارد اللي هو دعاء الاستخارة الطويل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كان هذا الأمر الوشيء الفلن ده خير لي في ديني ودنيا ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وأجله فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه وإن كان هذا الأمر الوشيء الفلان الوحش ده شر لي في ديني ودنيا ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه واخدر لي الخير حيث كان ثم رديني به ممكن يقوله مرة يقوله ثلاثا لأنه من الدعاء إن إحنا نلح من أداب الدعاء الإلحاح في الدعاء فكاننا عليه الصلاة والسلام كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها إذا دعا دعا ثلاثا ممكن نقول الدعاء ده مرة واحدة وممكن نقول الدعاء ده ثلاث مرات طيب هنعرف النتيجة إزاي إحنا بقى بنستخير بطريقة في بعض الأحيان بتكون يا أختنا غير صحيحة ليه إحنا بنستخير في مرحلة التردد يا طرى أروح الشغلانة دي ولا ما روحش يا طرى سفر السفرية دي ولا ما سفرش لسه أنا متردد يا طرى أتزوج فلانة دي ولا ما أتزوجك في مرحلة التردد لا ما نستخيرش أمنا إمتى بنستخير إحنا بنستخير لما ننتهي لأي من القرارين هنسافر خلاص يبقى استبعدنا عدم السفر هنتزوجها خلاص يبقى استبعدنا عدم زواجنا منها هنشتغل الشغلانة دي يبقى استبعدنا إن إحنا مش هنشتغلها خلاص هنشتغل خلاص هنتزوج قلس هنسافر فلما ناخد القرار يبقى بعد ما ناخد القرار نستخير الله عز وجل فالاستخارة عبارة عن استعانة مننا بالله تبارك وتعالى والسؤال لله تبارك وتعالى انه يلهم الرشد فيما اتخذنا من القرار طيب جميل اذا هنستخير بعد ما ناخد القرار مش في مرحلة التردد اعمل ولا ما اعملش هعرف النتيجة ازاي في بعض الناس عالق في ذهنه انه لازم يشوف رؤية ومنامه الكلام ده ابدا ده غير وارد في هدي النبي عليه الصلاة والسلام قد يحدث لكن هذا ليس العلامة الفارقة اللي وردت بها السنة واللي ورد بها القرآن الكريم ابدا ما عندناش اي وحديث بيقولوا الكلام ده انما هعرف النتيجة ازاي والله احنا خدنا القرار واستخرنا الله عز وجل انه اخطب الفلانة دي روح توكل على الله روح خد ناسك وخبط على البيت واطلب البنت من اهله طول ما انت ماشي في الاجراءات والاجراءات ماشية لله الحمد متيسرة 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 يبقى دي نتيجة الاستخارة ان شاء الله ان هي هاتم لو في مرحلة انا طلبت ايد البنت من اهلها وبعد يوم والا اتنين قالوا نها الرد عليك وبعدين سمعت ان هم اهلهم مترددين وكلام ده يبقى دي نتيجة الاستخارة الاخرى ان انا مش هكمل اذا احنا بنستخير بعد اتخاذ القرار وبعد ما بنستخير بنمضي في تنفيذ هذا القرار فاذا تيصر التنفيذ مرحلة وراء مرحلة وراء مرحلة يبقى دي الحمد لله نتيجة الاستخارة ايجابا ولو تعسر التنفيذ في مرحلة من المراحل يبقى نتوقف لان ديها تبقى نتيجة الاستخارة الاخرى السلبية والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد